وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مصاري الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكام السليمة وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادات العامة وخفض المديونية الحكومية على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة ويوفر بيئة استثمارية وتنموية ترافوسية بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإرادات للدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة وتعليم والحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد قاجك حيث تابع الرئيس السيسي مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني لسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزيدة بما لها من تدعيات اقتصادية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجد بالمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضاربية التي تم الإعلان عنها مؤخرا كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل بما يحقق تحسنا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط وكذلك العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية ترجمة نانسي قنقر